السلام عليكم مرحبا بكم من جديد على قناتي اتمنى ان هذا الفيديو تلقىكم في احسن الاحوال اليوم ان شاء الله سنشارك معكم ديميني كيك بيضة واحدة و بربع كأس من الزيت نظرا للطلب العديد من مدتبعات كوصفات تكون فيهم كمية الزيت قليلة بدوب الوصفة قبصة الملحة بيضة و نصف كأس من السكر تطرب و تطرب الكهرباء جيدا نحصل على اللون الابيض انا هنا ينسيت ساشي ديالفاني ساشي ديالفاني تطربه مزيان تكا بيضة لنا الخالط و هنا نزيد ربع كأس من الزيت و نزيده كأس كبير من الحليب بحرارة المطبخ الكأس اللي استعملت هو 180 ميلي لتر و بالنسبة للطقيق انا هنا نزيد الكأس الأول نخلط مزيان و من بعد نزيد صرحة جوج كيسان كل كأس كهز 100 جرام ديالطقيق بما مجموعه 200 جرام ديالطقيق و صاشي ديالخميرا عبار 180 جرام سوف نخلط الخليط ديالنا مزيان من بعد نزيده و واحد الملعقة صغيرة و قطاراتها كمين الخل سوف نخلطه و نحصه على الخليط اللي احنا بغيين كان عمرو الليمول ديالنا واحد الحاجة بغيت نشر لها ان النتيجة اللي حصلت عليها ما شيفاش كتديري نفس الكمية ديال الزيت صار حكاين واحد شوية دل اختلاف فإلا بغيتوا تديروا نفس الكمية الزيت اللي اللي نورمال هي نص كاس حتى الكاس اللاروب ديال الزيت انا درتغي 4 كاس ولكن فاش غا تديروا نص كاس غا تحصل عليهم هكا يكونوا هادو كيجوناش فين صراحة كيجون بحال دوكلي كيك ديال اللي باتيسخي هنا عندي الليمول مدهوني بالزبدة و مرشوشين بالدقيق من الاحسن تدهونوهم بالزبدة فسي ممكن ينسكو لكم انا كان دهنو بالزبدة و كان عمروهم انا صح ما كان عمروهم شي مزيان ما بغيتش نحصل عليهم هكا من فوخين كيف ما شفتو في الفيديو اللي كان من قبل نصف من الخالط فما عمروهم شي مزيان هانتو ممكن تشوفوش حال ليرت فيهم سوف يكن دغيم العقا و نصف هادو الخالط بالطبط يعطيني 12 ميني كيك سوف يكن بعد ما كان عمروهم كان دخلهم مفرران كان دخلهم سخنا من قبل شوية سوف يكن دخلهم كيطيبوا مدة 20 دقيقة ما كيدوش الوقت بزاف الطياب من درما ما كان خرجوه كان دخلهم يبيردوا شوية وهنايا كان قطع الفواكيه اللي غادي نزوقوا بهم ممكن تديرو الكيوي ممكن تديرو الخوخ انا هنستعملت الفاراولة بحنا يراها وقت الفاراولة موجودة الحمدلله سوف نقطع الفاراولة تقطعوها رقيقة ما تقطعوش لفريزها كياغلا باش هكا نقدروا اللي عبو به كيف ما بغينا باش نشكلوها كوريضات ومن الاحسن تقطعوها بشكل جانبي يعني كيف ماذا بدرت هنا من الاحسن باش كتحصلوا على قيطع كيكونوها كارقاق باش كتلعبو بهم لان هدو كليكي كيكونو صغاورين فاش كاتجي كتكون فريز مقطع كبير ما كيجيش لنا ما كتقدش لنا في المنظر ديالو بعد ما كان عمرو الكيكي ديالنا كاملين انا هنرا حصلت على 12 كيكي كي ما قلت كي ما سبق لي وقلت ليكو كان عمروهم كاملين بالفريز انايا كان وجد واحد الكريمة كيف ما كتعرفو الفاراولة كتواتف مع الشوكولات وحتى موليدات الساكي عجوانها كب الشوكولات كان وشد كريمة الشوكولات انا عندي هنا درهم ديال الشوكولات منور ما كتدو بلنا الشوكولات كان بقى نزيد الحليب شوية بشوية يعني ماشي كتزيدو حليب تقى واحدة ما كتصدقش معاكم كتبقوا تخلطوا بذيك التريقة وخاكتشوفو كيواللي لكم حال هكا ما تخافوش كتزيدو الحليب عودتاني إلا بغيتو تحصلوا على الخالي اللي شادت فراسو يعني كتتجمد لكوا كشوية الشوكولات فكتحبسو في هاد المرحلة ما تزيدوش باقي الحليب انا راني زيت باقي الحليب انا كنبغي نحصل عليها بحالة كريمة وكانزيد واحدة الملعقة ديال ضانيت يعني انتو ما هادي اختيار يا كان عندكم متوفر انا كان عندي متوفر دكشي لشترت واحدة الملعقة ما كانش بلا ما تزيدو ولكن كيعطي واحدة البنة صراحة لديك الشوكولات ايه وصافي من بعد كان عمروا لي كاكدية ملعقة صغيرة من الخاليط من بعد ما كان عمروا كون زوقوا على حسب الرغبة اتمنى ان الوصفة ديالي واتنال اعجاب ديالكم ما تنسوش تخليوا لي في تعريق كيف جوكم بسلام عليكم بصحة والراحة والا فيديو قادم ان شاء الله بسلام عليكم